موت يطوق حياة اليمنيين لا يكاد يمر يوم إلا وتنزع الفرق الهندسية التابعة للجيش المئات من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في المدن والقرى التي انسحبت منها مع انحسار المعارك يعود المدنيون إلى منازلهم حيث الأمان لكن الحالة يختلف فالميليشيا قد حولت تلك المنازل إلى حقول للموت وبدت القصص التي يرويها الضحايا مروعة وصادمة لا توجد حصيلة محدثة بعدد ضحايا الألغام لكن مصدرا في وزارة حقوق الإنسان أشار إلى أن ضحايا الألغام يتجاوز عددهم 1200 مدني ونحو 2500 آخرين أصيبوا بإعاقات دائمة خلال الأشهر الماضية لم تتوقف المستشفيات الميدانية في مدينتي الخوخة والمخى جنوبية الحديدة عن استقبال ضحايا الألغام وقالت الفرق الهندسية إنها تمكنت من تفكيك ونزع كمية من الألغام والمتفجرات من منطقة المسنى الفرق أكدت أن من بين المتفجرات التي فككتها قذائف صاروخية حولتها ميليشيا الحوثي إلى ألغام وتم تفجيرها في منطقة غليفقة منذ بداية الحرب نزعت الفرق الهندسية أكثر من ثمانين ألف لغم حسب تقارير رسمية من بينها نحو ثمانية وسبعين ألف لغم نزعتها فرق مشروع مسام السعودي لنزع الألغام ورغم العدد الكبير من الألغام المنزوعة إلا أن أمام الفرق الهندسية طريقا طويلا حتى تتمكن من نزعها بحسب رئيسة منظمة أطباء بلا حدود كلير هندوغ فإن اليمنيين يعاقبون بشكل مضاعف فالألغام لا تنفجر في أطفالهم فحسب إنما تحرمهم من زراعة حقولهم وتفقدهم بالتالي مصدر دخلهم وقوت أسرهم ترجمة نانسي قنقر